طبعا في التوقيت الحالي الكل خلاص أغلق الحديث عن المشوار الإفريقي ومباريات الإفريقية في الجولة الرابعة للبطولة الإفريقية دورة أبطال إفريقيا وبدأ الحديث حول استعداد النادي الأهلي لمباراة تطنطا هذه المباراة الهمة جدا في مشوار فريق النادي الأهلي خلال الدوري العام بالتأكيد ده مباراة مهمة جدا مباراة بالتأكيد الجهاز الفني بيستعدلها استعداد خاص بعد العودة من رحلة تصفر في زنباوي ومواجهة بلاتينيوم في الجولة الرابعة لمباراة دوري أبطال إفريقيا وبالتأكيد مباراة طنطة ومباراة المؤمنين العرب استعداد جيد من أجل حصد الست نقاط وأيضاً كمان للتركيز فيما بعد ومباراة النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة إن شاء الله هذه المباراة بعد عشرة أيام من الآن إن شاء الله هذه المباراة هتكون على استاد السلام طبعاً الجهاز الفني تعمل مع الفترة الحالية بنوع من التجهيز والاستشفى لراحة عدد من اللاعبين بالنسبة للمرحلة القادمة الجهاز الفني بالتأكيد أغلق الحديث حول المباراة الإفريقية وحزبة النقاط المعقدة في مجموعة النادي الأهل في البطولة الإفريقية والحديث أصبح الآن حول مباراة طنطة ومباراة المؤولين ست نقاط من أجل الاستمرار في الصدارة والإبتعاد كمان في المنافسة خلال الفترة القادمة بعد ما نجح الجهاز الفني واللعبين في تحقيق 30 نقطة من 10 مباراة 10 انتصارات متتالية نتائج جيدة في المشوار المحلي جهاز الفني بيسعى إلى هذه الاستمرارية في الفترة القادمة من أجل أن ينهي المشوار مبكرا ولما لا يكون فرصة أو تكون فرصة طيبة أنك تنهي المشوار المحلي لكي تركز فيه المشوار الإفريقي ومباراة دورة أبطال إفريقيا خلال الفترة القادمة طبعا ريني فايلار المدير الفني لنادي الأهلي أعلن قائمة الفريلة هتواجه طنطة إن شاء الله المباراة اللي هتكون حوالي الساعة سبعة ونصف إن شاء الله غدا على استاد القاهرة الدولي هذه المباراة ضمن منافسات الأسبوع 13 اللي بدأ منذ يومين بالعديد من المباريات وبالتأكيد أقرب المنافسين للأهلي في هذه المسابقة حتى الآن فريق الموالين العرب بعد الفوز على اف سي مصر بنتيجة 3 واحد وبالتأكيد بعد مباراة تنطع تكون مباراة الأهلي والموالين مباراة صعبة جدا وبالتأكيد مباراة هتكون فيها منافسة شديدة ما بين صاحب المركز الأول النادي الأهل والمؤلاء العرب صاحب المركز الثاني ريني فيلر يمكن استعان بعشرين نلاعب في قائمة مباراة الغد أمام طنطة طبعا محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شبير في حراسة المرمى رامي ربيع محمود متولي ياسر إبراهيم علم علول أحمد فتحي محمد هاني محمود وحيد في خط الدفاع وبيغيب أيمن أشرف للإنذار الثالث في مباراة الغد خط الوسط عمر السلية محمد مجدي أفشا أحمد الشيخ حسين الشحاد جيرالدو محمود عبد المنعم قهربة وبيغيب بالتأكيد أبرز الغائبين عن مباراة الغد اليو ديانج اللاعب المالي اللي بالتأكيد تعرض لإصابة في مباراة بلاتينيوم لكن إن شاء الله هيكون جاهز خلال أيام القليلة القادمة ومدة الإصابة هتكون بسيطة وإن شاء الله هيكون موجود أفشا بعد ما كان فيه بعض المؤشرات حول فكرة أنه تعرض لإصابة طفيفة في مباراة بلاتينيوم جهاز الفني بيتأكد من سلامته وجاهزيته ويكون موجود في مباراة الغد لكن وليد سليمان لم تتأكد جاهزيته وبالتالي لم يستعين به ريني فيلر في قائمة مباراة الغد أمام نادي طنطا قدامكم على الشاشة هي قائمة مباراة النادي الأهلي أمام طنطا وفي الهجوم طبعا الرباعي جونير أجايي صلاح محصن وليد أزارو مراوان محصن بالتأكد الجهاز الفني قادر إن كان بيحاول يتعامل مع المباراة الحالية بقدر من التغيير والتعديل في التشكيل الأساسية في أطزق الحدود من أجل راحة عدد من اللاعبين وجاهزية واستشفاء عدد من اللاعبين بالنسبة لضغط المباراة في الفترة القادمة الفريق راجع من السفر أول أمس الوقت كان دائع جدا لكن المباراة هتتلاقي بيوم الأربع بعدها بـ 72 ساعة مباراة المولي العرب بعدها بـ 5 تيام أو 4 تيام مباراة النجم السحلي يوم الجمعة القادم إن شاء الله لا بعد القادم مباراة هتبقى صعبة جدا فضغط المباراة وتوالي المباراة صعب جدا على أي جهاز فني يقدر يتعامل مع هذه المرحلة في ظل كمان أنت بتتعامل بدقة شديدة جدا في مسألة الإعداد البدني ومرحلة الاستشفاء نتيجة ضغط المباراة المحلية والإفريقية وده للأسف موجود في معظم الدوريات في شمال إفريقيا الدوريات العربية بتعاني من نفس الأجندة المزدحمة ما بين المحلية والإفريقية ويمكن كمان عندنا في القرى المصرية حسنا أن نتخذ قرار خلال الفترة الأخيرة أن لا يشارك في البطالة الإفريقية ما يشاركش في البطالة العربية لأن كان يبقى الازدحام صعب جدا في توالي المباراة في التوقيت الحالي مباراة الغد هيدرها محمود عشور الحاكم الدولي هيكون موجود بكرة إن شاء الله في مباراة الغد وطنطة على أستاذ القاهرة الدولي طبعا محمود عشور من الحكام الدوليين ومن المميزين في الفترات الأخيرة بعض الحالات بتبقى لبعض الحكام لكن قد الإمكان ما يتمنى التوفيق يا رب إن شاء الله الحكام في الفترة القادمة من أجل أن تخرج المباراة على الأقل بأقل أخطاء تحكيمية في الفترة القادمة لحين بقى تطبيق التكنية الفار وهذه التكنية تحديدا عندي حديث مهم جدا أقوله في ختم هذه الفقرة فقرة الإنترو لأنه فيه كلام مهم جدا لازم يتقال وإحنا بنستعد لتطبيق هذه التكنية في الفترة القادمة ونضع كل مسؤول أمام مسؤولياته في هذه المرحلة بخصوص هذه التجربة لأن هذه التجربة تحديدا محتاجة مساحة وقت عشان الناس تشتغل عليها وتاخد المعايير بشكل محترف وأيضا كمان تحصل على الرخصة الرخصة الرسمية من الاتحار الدولي لقرة القدم فيفا في الفترة القادمة عشان تبدأ تشتغل على هذه التكنية في الفترة القادمة فيه كلام مهم جدا لازم تجربة في سياق حديثي